نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية قوله إنه تم تمديد نطاق البحث والإنقاذ من المياه قبالة ولاية الصباح الماليزية وبروناي إلى المياه القريبة من ولاية سارواك الماليزية وأرسلت ماليزيا وبروناي سبع سفن كبيرة وسبعة قوارب صغيرة وست طائرات ومروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ أذى وقل مسؤول هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية إن هيئته ستشكل فريق تحقيق مع هيئة الميناء بولاية الصباح لإجراء تحقيق شامل في حدث غرق القارب وذكرت التقارير أن الحد الأقصى لعدد الركاب للقارب المنكوب 24 شخصا لكن القارب كان يقل 31 شخصا عندما وقع الحادث يوم السبت الماضي وفي اليوم ذاته قال عمدة مدينة كوتا كينابالو إن السلطات المعنية أغلقت الرصيف السياحية غير الشرعي الذي استخدمه القارب المنكوب وسوف تنصق البلدية عملياتها مع الإدارة السياحية وهيئة إنفاذ القانون البحرية وخفر السواحل وغيرها من الهيئات الأخرى لإجراء عمليات تفتيش منتظمة لجميع السفن السياحية وذلك من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى وضمان سلامة جميع الزوار ترجمة نانسي قنقر